هنلاقي أيضا نفس المشاكل وربما أعمق وأكتر في الصعيد فالناس هتقول طب السؤال ليه نسبة الأقبال في الصعيد مش قوية هنقول إنه تاريخيا حتى هذه اللحظة لم يتغير هذه الصورة محافظات الصعيد خارج الدولة خارج الدولة طبعا خارج الدولة المصرية هي جغرافيا وتاريخيا جوع مصر جزء عزيز جدا من مصر وجزء أصيل نسيج في مصر ولكن الصعيدة بنفس زكاء البحر والقهرين وكله هو شعب المصري كله عنده خلي بالك قدامك صعيدة اه طبعا طبعا تم الصعيدة ها ايوان بنفس الزكاء طيب ليه ما نزلوش الانتخابات بإقبال كبير وحتى متوسط لسبب مهم جدا لأنه المواطن الصعيدي عنده إحساس دول طول الوقت أنه في كل حاجة متأخر أنه في حسابات والاهتمام التنموي هو متأخر الصعيد بتحكمه قوانينه الخاصة لدي دولته الخاصة تاريخيا عدد التقاليد متورطة طبعا وحتى أحكامه الخاصة حتى هو بيتعامل مع المساء العرفيا هي الدولة أهملته الأنظمة المتعاقبة أهملته الحكومات المتعاقبة أهملته وبالتالي هو أهمله هو كمان فبيدعى للمناسبات اللي زادية الانتخابات والكلام ده وكده فبيلاقي نفسه أنه هو مش كسبان في كل الأحوال بيلاقي أنه كل الانتخابات بتحصل وكل تغيير بيحصل هو ما فيش حاجة تغيرت عنده علشان كده الدرس اللي بقول الدروس اللي بناخدها من الانتخابات دي قدي تالت يوم احنا فيه هو بتقول أنه الرئيس الجديد لازم يشتغل بكتالوج مختلف تماما هنالك للرئيس الجديد يشتغل زين